السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد اليوم بدأ البريوردر للألوان الجديدة لسلسلة الآيفون 13 الغرين اللون الأخضر للآيفون 13 و13 ميني والآلبين غرين للآيفون 13 برو و13 برو ماكس سنتعرف معا في هذا الفيديو على بعض الديتيلز قبل أن نبدأ لا تنسى العجاب بالفيديو بنقر على الزر لايك إذا كان لديك أي استفسار اكتب لي تحت في التعليقات أما إذا كانت هذه أول مرة تشاهد قناتنا لتضيع هذه الفرصة وفعل زر الجرس لتكون متابع لآخر الأخبار وتطورة التكنولوجية أولا بأول اليوم بدأ البريوردر الطلب المسبق لسلسلة الآيفون 13 باللون الأخضر والتوصيل سيكون بعد أسبوع بالتحديد بداية من يوم 18 مارس هذا الشهر يعني بعد أسبوع ستبدأ الأشخاص باستلام أجهزتها وكما ترون هاته هي الأجهزة الجديدة باللون الجديد فعلا ألوان ممتزة جدا وصور حصرية يعني قبل استلام الأجهزة بأسبوع أرد أن أشاركها معكم للأشخاص المهتمة بآيفون 13 برو أو الآيفون 13 العادي يعني لترى هذه الألوان الجديدة وتأخذ فكرة إما إذا كانت ستعمل بريوردر أو تشتري أحد الألوان السابقة التي هي بدورها أيضا ممتزة جدا هناك أيضا سؤال ترحى عليها حول الأسعار إذا كان هناك أي فرق بين الألوان الجديدة والألوان القديمة الإجابة هي لا يوجد أي فرق في الأسعار فقط لون جديد أضيف للـ 13 و 13 ميني ولون جديد أضيف للـ 13 برو و 13 برو ماكس هذا هو كل ما في الأمر وتقريبا هذا الشيء تفعله شركة أبل كل سنة السنة الفارطة أضافت لون فقط لسلسلة الآيفون 13 و 13 ميني وهو اللون البربل حسب ما أتذكر كذلك أشخاص كثيرة في الدول العربية تريد طلب الجهاز ولا يوجد متجر أبل يعني متجر الأوفيشل في بلدها وهذا الشيء سيجعل الأشخاص تنتظر أكثر وأكثر حتى تأتي التجار بالألوان الجديدة وربما سيكون هناك ارتفاع قليل في الأسعار في الفترة الأولى لكن بعد مدة الأسعار ستصبح عادية مثلها مثل أي لون هذه هي كل التوضيحات إلى هنا أصدقائي وصلنا إلى ختم هذا الفيديو إذا كان لديك أي استفسار أكتب لي تحت في التعليقات أشكركم على المتابعة أتمنى أنكم استفدتم وأن الفيديو أعجبكم لا تنسوا اللايك سبسكرايب وفعلوا زر الجرس لحسي لكم كل جديد أراكم في فيديو قادم إلى اللقاء وشكرا